بمناسبة ده انجازات الاهلي النهاردة حاجة محترمة جدا حصلت طبعا انجازات كرة السلة والكرة الطائرة ما شاء الله ما شاء الله لكن البطل المصري الاهلاوي مصطفى عسل مصطفى عسل ايقونة اهلاوية الناس ارتبطت بيها الجمهور اللي ما كانش يروف الاسكواش ومش متابع الاسكواش بقى بيتابع الاسكواش عشان مصطفى عسل الحياة مصطفى عسل قفز للتصنيف الاول عالميا ده انجاز رائع جدا جدا لشاب في سنه تقريبا اول حد يوصل للتصنيف الاول عالميا في السن ده بعد جنشير خان هو تالت واحد عالميا واول واحد مصري كمان المهم جدا هو كيسيب مين في الفاينال في بطولة هيوستن اللي كانت في تكساس الامريكية كيسيب محمد الشرباجي الانجليزي الجديد يعني الانجليزي اللي تخلى عن الجنسية المصرية عشان ياخد الجنسية البريطانية ويلعب باسم بريطانيا فانك انت الشرباجي المصطفى عسل يتفوق عليه وياخد منه البطولة ده انجاز كبير جدا جدا تصدر نجمي الاهلي التصنيف بعد مباراة نتيجة زيادة رصيده من النقاط وتوج بالبطولة نجح مصطفى عسل في الفوز على مروان الشرباجي في الدور قبل النهائي وبعد كده خاد محمد الشرباجي في الدور النهائي تلاتة واحد تغلب على محمد الشرباجي في الفاينل تلاتة صفر وكان كذب مروان تلاتة واحد انا بس عايز اقول حاجة اه اهمية الفوز على محمد الشرباجي ان محمد بيلعب اسم انجلترا ايو فكان هيبقى حتى هنا يقولك محمد الانجليزي ايو كان مهم جدا ان مصر تحتفظ بهذا التصنيف لان الكابتن علي فرج كان هو الاولاني هو دلوقتي بقى التاني اه فوز محمد الشرباجي ربما كان يغير الخريطة دي اه هو فاز على اخوان الشرباجي مروان الذي مازال يلعب باسم مصر بالانسحاب وكان اه يعني مصطفى عسل متقدم ومتفوق اي ولكن حصل اصابة اه يعني تمالي اللاعب بساعة الاصابة بيمنح مهلة اذا مرجعش بعديها بيبقى مش قادر يكمل اللي اللافت للنظر ان الكابتن مصطفى عسل في سنه الصغيرة دي يلقى من الهجوم والضغوط اه التي تحاول ان تنال من تفوق مش من قصر من بعض المنافسين وقصرهم اه اللاعب صغير في السن وكان يشكل طفرة فوجوده ازعى الناس كتير زائد ان طبعا حماسه في هذه السن وقلت خبرته ربما ساعد هذا الحماس على انه لكن هو حماس هيقل مع الخبرة مش هيقل في الملعب حماسه في الملعب انما رد فعله للمكسب والخسارة هيبقى اكثر وقارا وانا عايزه احتفظ بنفس الحماس في اللعب وانت الوقت بقيت المصنف رقم واحد عيش على الانجاز ده وبيحجمه في كل شيء ما تديش حد فرصة يحاول يتلككلك على حاجة زي ما حصل من فترة يعني من فترة يعني سعه الى قفه وتوقف شهر اظن مصطفى من اسرة مدهش اخوه ارجوه مروان عسل ولا عامر عسل مروان عسل اظن كاسب برضو طولة قريب طلع الاول فيها اخوه الله اصغر منه 16 سنة بسم الله ما شاء الله اجسام ممشوقة وقوية ووعدة وحماس جارب ورياضيين يعشقوا الاهلي نمازج نفخر بيها في النادي الاهلي ومصر بإذن الله لان كل عشمي وكل أملي دلوقتي اجلطرة ليها ما يمثلها حتى لو كان من جذور مصرية امريكا ليها نيج لاندا ليها مش عارف ايه الخانز ابتدوا ويبانوا من جديد دخلوها بقى الأولومبياد يعني ولما استنين لما تجي اللاجعل بتاعتنا تنتهي وعايزين نتمتع مرة نخش مرة وإحنا المصنفين بقوة في أدورات الأولمبية ده كلام مهم جدا ألف مبروك لأيقونة الإسكواش الأهلوية مصطفى عسل أول العالم حاليا ونتمنى له مزيد من التوفيق إن شاء الله